التي تم إدخال تعديلات عليها بعد مشاورات مكثفة ومعمقة معادل من الأحزاب السياسية والمظامات الوطنية وقد شملت هذه المشاورات برنامج عمل الحكومة وهيكلتها وتركيبتها وتمثلت التعديلات بالخصوص في توسيع تركيبة الحكومة إلى أحزاب أخرى وتعزيز قضور الوجوه السياسية إلى جانب الكفاءات المشهود لها بالخبرة والتمكن من الملفات التي ستوكل إليها كما حرسنا على إكساب التركيبة المعدلة المزيدة من مقاومات النجاعة والفاعلية فضلاً عن مزيد إثراء وتدقيق برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة والمغزى والمأمول من ذلك هو تكتيل الجهود وتعبئة الطاقات والمرور مباشرة إلى العمل الفوري والإنجاز الفعلي والإنكباب على معالجة المسائل والملفات الملحة ومجابهة الرهنات والتحديات القائمة في سائر الميدين والقطاعات لأوفر حظوظ النجاح فليس لنا مجال للترقب أو انتظار الإلمان بالقضايا المستعجلة بل إننا سنكون في سباق مع الزمن وغير مسموح لنا إذاعة الوقت فرهنات كبيرة والانتظارات كثيرة وبالتالي فأن الفريق الحكومي المقترح مدعو بمجرد حصوله على ثقة المجلس والشعب إلى العمل دون كلل والتجند من أجل خدمة المواطنين والوطن وتجسيم أهداف ثورة الحرية والكرامة وفيما لي تركيبة الحكومة أولا السيدات والسادة الوزراء وزير العدي محمد صالح بن عيسى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وزير الداخلية ناجم الغرسلي وزير الشؤون الخارجية طيب البكوش وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ وزير المالية سليم شاكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم وزير أملاك الدولة والشؤون العقرية حاتم راشي وزير التربية ناجي جلول وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليوم باعي وزير الصحة سعيد العادي وزير الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الأخضر وزير المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي وزير الشباب والرياضة ماهر بن ذياء وزير الفلحة والموارد المائية والصيد البحري سعد صديق وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد وزير التجارة رضا لحول وزير التجهيز والإسكان والترابية محمد صالح العرفاوي وزير النقل محمود بن نظان وزير السياحة والصناعات التقليدية سلمة قيق وزير التكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب لازهر العكرمي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئة الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي الكاتب العام للحكومة أحمد زرور ثانيا السيدات والسادة كتاب الدولة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية هذه مجدوب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد شلايفة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي كاتب الدولة لدى وزير المالية بوثاني يغلان كاتب الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمية الزريبي كاتب الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفة بالتعاون الدولي أمان عزوز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي بالجاسم الصابري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة من نفس شهداء وجرح الثورة ماجدولين الشارني كاتب دولة لدى وزير الصحة مكلف بالتأهيل المؤسسات الشفائية نجم الدين حمروني كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بشؤون الشباب شكري التارزي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة بالإنتاج الفلاحي آمال النفطي كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بالصيد البحري يوسف الشهد كاتب دولة لدى وزير التجهيز والإسكان والطهية الترابية مكلف بالإسكان أنيس غديرة هذه تركيبة الحكومة الليدة وإن شاء الله بشكونا لقاءات أخرى في محطة أخرى وشكرا